أتأكد من تركيب أجهزة التدفئة وسخان المياه بطريقة صحيحة هو من أهم الوسائل التي يغفل عنها الكثيرون وهو أيضا السبب الرئيسي في تسرب الغاز تسرب الغاز يتحرك في 6-7 مترات واليكود في كل مكان يمكن أن يخرج هذا هو البلد هذا يتفكس في الحيط أولا تكون تفكساتيون كمليحة لكن في الحيط لا يتحرك لا ريح لا يتحرك وهناك تحطوه وتفوت تعطيه بسكوت شاليمينيوم ما عنده شوني يتروح نفس الشفضاء بزاف خواطر تنين الناس فيما خاطر في الصلاة سيتيعوا لو قردوا كيف كيف يستعملون الناس بزاف ورانا نقولهم بالليودي يستعملوا حاجة مليحة وإلا استعمال القرفانيزي لجي تي بتاع مترا يجي حاجة صوليد ويتفكس في الحيط السعي وراء الثمن الزهيد بدلا من النوعية الجيدة يجعل البعض يقتني أدوات محدودة الصلاحية ويستعملها في تركيب أجهزته وهنا تقع الكارثة لازم النوعية تأسلعة تاعك تكون نوعية جيدة ومدروسة وتقسي الأسعار ما تروحش الأسعار اللي رخيصها بيش تري عفسها شوف حاجة المليحة لأنها مصلحة ليك ومصلحة ولادك ومصلحة تجارك كاين اللي يبدل الزجاج برك حط الزجاجة فقط لكن جوا هذا عنده دور كبير بزاف هذا تحط عليه جوا الزجاجة هكذا كيف كيف من تحته كيف كيف منه هكذا هذا هو اللي يضمن بش الغاز ما يخرش بمجرد حلول فصل الشتاء تكثر حوادث الاختناقات والحرائق الناجمة عن تسرب الغاز في حين أنه يمكن تجنبها بالالتزام ببعض الإرشادات ترجمة نانسي قنقر